موسيقى طيب تخيل بقى انا اول مرة اعرف ان مولانا كان بيخدم في ضمياط وبيقول خطبة هناك مرة كل شهر اصلا بيضمياطي يعني زي ما قلت خلال اول ارحب بمولانا ارحب يا ارحب بصاحب بيت زكى مولانا عمل ايه بارك الله فيك وكل عام والامة المسلمة والانسانية بخير بمناسبة معجزة الاسراء والمعرج كل عام وحضرتك بخير واللهم بلغنا رمضان شاء الله ربنا يبالك في الجميع ان شاء الله اللهم امين مولانا النهاردة الصبح كان في حلقة نقاشية واسعة النطاق وكانت بحضور فخامة الرئيس وشارك في المناقشات وتكلم فيها الاساس بتاع هذه الحلقة هي مشروع قومي لتنمية الاسرة المصرية واكيد حضرتك تبعت كل التفاصيل فيه سؤال بقى وهو الاراء الفقهية فيما يتعلق بمسألة اسرة سليمة اسرة صحية عيالة تتربى كويس لانه فيه الناس تيجي تقولك لا انا ما انظمش الناس له ولا نظم الاسرة ضحرام ناس تقول والله اللي جاي زي ما هو وانا ما وقفش وما زبق يعني طول الوقت فيه افكار من هذا القبيل بتعصف بعقول الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق وجعل لكل شيء سببا فأدبع سببا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي علمنا الفرق بين التواكل على الله بحق وصدق وبين التواكل نسأل الله ان يرزقنا يقين التوكل على الله وبعد فبدأ زي بدء سيد الكريم تنظيم النسل امر مشروع في الشريعة الاسلامي لان الله تعالى قال وَلَتُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل المعلومة إلى عموم الناس فقال كفى بالمرء إثمى أن يضيع من يعود هذا الحديث أرجو أن يصل إلى كافة الوعاظ والخطباء والمعلمين والمربين لأن للأسف في أفكار متسلفة بتظن أن نصرة الإسلام أو أن انتشاره أو أن قوته إنما يقمن في كسرة الأعداد هو السن النبع الصلاة والسلام صحيح لما قال تناكحوا تناسلوا تكثروا فإن مباهن بكم الأمم يوم القيامة وهيباهب إيه؟ هيباهب العلماء بالخبراء بأمة قوية بأمة فيها الصحة والعافية وتأكل من فأسها وتلبس من نسجها وتعيش على نتاجها الله أكبر لكن يوم ما نكون عالى على غيرنا بنأخذ تقنية الغير ومحصيل وثمار زرع أو غرس الغير لا الرسول لها مش هيباهبين مش هيباهب مشردين تحت الجسور أو الكباري أو حفاة عراه لا الرسول لن يباهب بهؤلاء لن يباهب أميين لن يباهوا ببين يعيشون تحت الفقر الذي هم صنعوه خطبها لك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نوصل الحديث الصحيح الرسول يتكلم عن أمة قوية في صحة وعافية وتعتبر معلمة للأمم لأن ذي حتى كان المغزى العميق من إماماته صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالأنبياء والرسل في ليلات الإسراء والمعراك لكن أنا هنا بصحح تناكحه تناسل تكثره مش الكسر هنا عددية لا الكم هنا والكيف لابد أن نراعي الفهم الصحيح للحديث مش معنى أنك يكون عددك كذا لا يا فندم لأن حتى عندك في الميزان العسكري القرآن قرر قاعدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله خطبها لك ما نيجي بقى حضرتك لبعض الدعاوة المتسلفة اللي هي بتحض على يعني كسرة الإمجاب بدون ضابط هذا خطأ أولا كما قلنا الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول يعني إنسان عارف إمكانياته المالية حدوده الاقتصادية ثم ينجب 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 بدون حساب لا يعرف يطعم ولا يكسي ولا يعلم ولا يربي يبقى ضيحهم سيتحمل أوزارهم إثم نعم ده رسوله ليه ده الحديث يخوف كفى بالمرء إثما ما قالش خطأ لا 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 ما قالش عيبة اسم كبير جدا إن يجيب عيال يبقوا مشردين في الشوارع وعيال يعني حفاتا عرا مرضى خدت بالك أو يطلعوا بلطهية أو يطلعوا مجرمين أو إلى آخره ويسخل على لا 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 إنما حضرتك قد يفيد الإنجاب لشعوب قليلة أو لبيئات قليلة لكن الإسلام لم يعني يمنع تنظيم النسل ولذلك كانت بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن بدأت تحملنا ماءا لتنظيم مسألة الحيض ومنزلت فيما بعد التبويض أو منزلت الحامل أيضا أنه كان يوجد عند المسلمين في عهد النبي وشوف الحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنى العزل يعني الحياة في العلم نقولها بس بألطف عبارة وأضافة إشارة يعني يجعل ماء المني بعيدا عن الموضع لاحظتها كذا كتبها لحضرتك بحيث أنه ما يحصلش حمل يا سيدي لو كان ممنوعا للقرآن لأن النبي لا يسكت على خطأ والقاعدة عندنا في الفقه الإسلامي البيان لا يؤخر عن وجه الحاجة يعني لو كان العزل اللي هو يعتبر وسيلة أنا ذاك لتنظيم النسل حراما لبين الله ذلك طبعا لأن النبي لا يسكت على خطأ ولا يقر على خطأ ولكن هذا كان موجود ولم ينسخ يعني كنا نعزله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا بأس أسري برنامجك الجميل اللي تفاعل معه اللقاء المسمر لباني مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة السيد الرئيس عفتاح السيس حفظه الله سبحانه وتعالى سيد الكريم انظر إلى أعلى بيت في آلة بيت رسول الله والصحابة رضي العنو بيت السيدة فاطمة الزهرة وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه رضي الله ها الزهرة كانت كام ثلاثة بس سيدنا الحسن إيه رأيك وسيدنا الحسين وسيد يا زينب عليهم رضوان والله هم دول اللي فاهمين توجيهات الإسلام صح ما خلفوش تمانية وخمسة وسبعة وعضم وكان عندكم لحم وكم عضم وحد قال لك خلفكم اللحم وكم العضم ايه ده الكلام ده من أكتر من 1400 سنة نعم وادول الكلام ده فين في شبه الجزيرة العربي شوف انا بقولك بقى قدم بيت من أرفع البيوت بس من أعظم البيوت اللي فاهمت رسالة الإسلام ويرات المثل ده يصل أيضا لزملائنا وتلمزنا الوعاز وإمة المساجد أن بيت سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وبيت السيدة فاطمة الزرارة رضي الله لم يضم إلا إلى ثلاث سيد أم الأولاد نتكلم عن الوقت كانت في الثقافة بتاعة الشعوب والحضرات المختلفة نعم نعم أنه لا عادي يعني خلف زي ما تعايز بش حاجة لا 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 شوف بقى بيت الرسول اه نقول لك او ويا كانت حجرتها خلف بيت الرسول على طول فأنجبت الأخبار الثلاثة سادتنا الحسن والحسين وزين وردنا عنهم وارضهم لم يجي واحد يلعب في عقول الجوالاء أنا بس ببصد يبين لهم أن السيدة فاطمة نظمت النسل أن الإمام علي نظم النسل أن النبي كان يعلم لأن النبي كان يمر علىهم يومين خلي بالك في الريحة والجاية وبالزاد في الصباح كان يدق عليهم الباب وكان ينقذهم لصلاة الصبح وهكذا فإذا هذا نموذك فلما يجي النهاردة الدعوة المباركة من ولي أمرنا أبقاه الله السيدة الرئيس حفتاح السيدة حفظه الله على تنمية الأسرة أول شيء تنظيم النسل أول شيء أنك عايز تنمي ليه لأنك تجعلها أسرة قوية تجعلها أسرة تستطيع التعليم تستطيع العلاج تستطيع الغذاء تستطيع الكسوة خدت بالك طيب جزء من الكلام اللي تقلل النهاردة مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة نعم يجي ناس بردو تعبث بالعقول فيقول لك وعمل المرأة حرام لا 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 خروج المرأة من المنزل حرام إلى آخره هو إزاي عمل المرأة حرام وإحنا شفنا بردو أيام رسوله السلام كانت الستات بتعمل بعد البعثة المحمدية المشرفة نعم هو سيد بس لو قرأ القرآن وقرأ شيء من السيرة ومعظم هؤلاء بغبغوات يرددون ما لا يفقهون يعني حضرتك نقرأ صورة الخصص فهنجد ابنتي الرجل أو العبد الصالح المشهور خطأ بأنه شعوب بسم الشعوب النبي شوف كانوا بيرعوا الخدم وبعدين طبعا تعرف القصة سيدنا موسى مراح أرض مدين هريم من حدود الأردن وبعدين نسقي حتى يزير الرعاء وأبونا شيخون كبير وإلى آخر القصة بنجد برضو حضرتك في السيرة النبوية إن النساء الصحابيات كنا يذهبنا إلى سوق المدينة نفجر بقى المفجأة تلآن كان عندنا العادل قريب مفتش التموين وشرطة التموين سليم كانت السيدة ليلى بنت عمالي ليلى الشفاء أحسان أحييك سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد أنها عالمة بالمكيل والموازين والأسعار فعينها محتسبة على سوق المدينة كانت هذه المرأة تراقب الأسواق مراقبة دقيقة المتوزير التموين ورئيس جهاز حماية مسترد أنا أقول لك ما اللي بيخلي برضو المتسلفة والفكر الرجعي الظلامي يقول لك أصلي في القرآن وقرنا في بيوتكونا يا ناس ده خطاب خاص لنساء النبي أمهات المؤمنين لأن يجب فيهن التفرغ لنقل ما يشاهدنه من الوحي وطبيء للأمة وذكر ابونا أليف نفس الصورة ونفس السياق وذكرنا ما يتلى فيه بيوتكونا فاحتاج الأمر إلى وقرنا فيه بيوتكونا فهن مكلفات إنما هنا برضو ما ييجوا من ضمن الجهل بالإسلام من هؤلاء يقول لك إيه إن المرأة لا تتولى ما قاليت أي شيء لأن ما أفلع قوم ولأمرهم أمرأة يا حبيبنا ده خاص وليس عام ده مقايد وليس مطلق لأن ده في حق بنت كسرها التي وسبت على أخيها فقتلته فلما بلغ النبي هذا قال ما أفلح قوم ولأمرهم إمرأة يغلق على حدث بنت كسره فقط ده الخاص وليس العام بس إنما حضرتك ما احنا عندنا النبيغات والنبيهات السيدة عيشة رضي الله عنه أرضاو السيدة المسلمة كانت رضي الله عنه مستشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشارت عليه يا دي بقى خصة الوحدية هو في كده وكانت تشارك الرجال يعني بالأموال مضاربة اللي قال الآن استثمار في الجنوك خطب السيدة ما نيجي النهاردة نمشي مع التاريخ إحدى شيوخ الإمام البخاري امرأة السيدة نفيسة كانت مرجع علمي للإمام الشافعي في مصر هنا في مصر ما تيجي حضرتك نشوف بقى في المجال السياسي هتجت شجرة الضر رضي الله عن الجميع شوف لما أخفت في ضميات وفستات زوجها الملك والحملة الصالبية جات والملك مرض ومات صالح أيوب بالضبط الله ينور عليك يعني أشكرك وحيي فشوف بحصافتها لم بقى طلطم القد وس أبدا تكتمت ومعها ختم الملك فيأتي البريد على باب الفستات اللي الخمة الكبيرة يعني تأخذ منهم البريد وتختمه كأن الملك عايش تمانين يوم وتحكم العالم الإسلامي من مصر وقادت مصر إلى النصر وقادت مصر إلى النصر السيدة في صحابيه شجرة الدور أنا بس مش مكر الإسم حياتك اللي تفكرني وشاركت في فتح قبرص ولها هناك هناك قبر مقام أم حرام أم حرام أم حرام وهي آلة الرسول أصلا الرسول كان نائما عندها في القيلولة فقام يبتسم صلى الله عليه وآله فقالت أضحك الله سنك على ما تبتسم يا رسول الله قال رأيت رجالا من أمتي يركبون ثبق هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة فيفتحون ما وراء هذا البحر أشار يعني إلى بحر المتوسط فيما بعد فالمهم فالرسول الله قال إنهم شهداء فينهم شهداء يدخلون الجنة قالت أدعو الله يا رسول أن أكون معهم قال أنت معهم ففي عهد سيدنا عثمان بن عفان كان سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع أنشأ أول أسطول بحري للمسلمين سيدنا معاوية بنهابي سفيان أغم أن الشعب يكرروا ما لناش علاقة لكن إحنا أظهرنا السن المتنوع الفكري بنعرف حق الصحابة رضي الله عنه مؤردها فالمهم سيدنا معاوية رضي الله عنه أنشأ الأسطول الإسلامي فأم حرام طلبت أن يزأ فأزن له فالقدر إنها أول ما نزلت من أول سفينة على ساحل قبرص وقصتها يعني ناقى أو قيل أنه فرس أو حصان أو هرس فماتت ودفنت هناك كانت أول شهيدة في الأسطول البحر الإسلامي في قبرص وقرأت كثيرا من المراجع أن قبرها يزار وعند قبرها يستسقى الناس بالدعاء لما يقل المثر رضي الله عنه فهذه النمازج التي مع التمكين للمرأة هنا بقى مشروع من برنامج 9 مساء مع الإعلام القدير لأستاذ يسفر حسيني نريد عمل سلسلة تصحيح مفاهيم مغلوطة وتصويب أفكار خاطئة بحق المرأة يريد يريد آه بالضبط خدت بالك أن نريد المرأة في ظلاء الإسلام على فكرة المرأة عندها الكفاءة والصلاحات تتولى أي منصب في المجتمع حتى لو حتى ملكة أو رئيسة شوف إزاي أنا بقولك صدقني الله أكبر لأن الإسلام سينظر إلى الكفاءة وليس إلى زكورة أو أنوثة الإسلام سينظر إلى الكفاءة وليس إلى زكورة أو أنوثة طرامة عندها الكفاءة وبعدين الحمد لله الآن عندنا المرأة بقت أساس الجامعة اللي بتخرج الأجيال أستاذ الجامعة ووزيرة فأنت النهاردة تأمنها على عقول الشباب ولا تأمنها على أنما الفكر الظلامي السلفي هو يريدها فقط في البيت ما بين ما بين المطبخ وما بين غرفة النوم هذا مرفوض في الإسلام لكن أنا بقول سيدك شوف المهمة المتس فيه هو تحقير للمرأة هم مش عارفين الإسلام اللي هم الفكر السلفي مش عارفينه وكذلك يمكن بس على قليل يعني الفكر ورضو الشيع مهمة السلفية والشيع بالنسبة لتعاملهم مع المرأة خطأ إنما تعالي احنا عندنا في الأزهر الشريف احنا عندنا الآن أمين عام مساعد مجمع البعوث الإسلامية امرأة في عندنا عميدة كلية العلوم الإسلامية امرأة في مصر عندنا في الأزهر يعني عندنا عميدة كلية العلوم الإسلامية موجودة دي امرأة وعندنا بفضل الله عز وجل زي ما قلتلك أمين عام مساعد في مجمع البعوث الإسلامية فده الانفتاح العقلي الأزهاري المعتاد الذي بني على قواعد الإسلام الحقيقية وهو اللي عمله الشيخ محمود شلتوت في ايه انه هو طالب بتمكين المرأة انها تتعلم اللي هو تعليم البنات في الازهر من الابتداء الى المتوسط الاعدادي الى الثانى و الى الجامعة الى 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 فالحمد لله يعني النهاردة حتى لما سألوني مرة هل تصلح المسلم الفقه ان تكون مفتئة وتقولوا منعها الله الرسول قال في حق السيدة عيشة عليه رضوان الله خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء و انا قلفت كتاب ان شاء الله اذكر اجبولك الاسبوع الخادم فقيهة المسلمين السيدة عيشة بنت ابي بكر رضي الله عنها و ارضاه طب و دي ام المؤمنين السيدة عيشة فقيهة المسلمين و ابنة سيدنا ابو بكر رضي الله عنهم و ارضاهم جميعا مش كان قبل كده كنا مرة تكلمنا على برضو وقعة الشفاء بنت عبد الله و هي تحاجج سيدنا عمر ابن الخطار في تحديد المهور اليست هذه فتية نعم ده هو قال اصابت امرأ و اخطأ عمر فاقر خليفة خليفة رسول الله فتية سيدة ايوه نعم هو طبعا كان مقصد و حسن يعني بعض الناس عزوالك هو غلط لا هو مغلوطش بس لما لقى المهور غلية يعني فاراد انه هو يحدد محرد عاوز يهدد الدنيا رقم فقالت له لا هي بتعترضش على التيسير في المهور هي بتعترض على تقدير رقم حسابه ملزم ملزم للمسلمين قالت له لا ليس الامر لك يا ابن الخطار وهو يعني بتقوله له كده وقرأت الاية نعم وقد ايتيتم احدهن قنطارا قال نعم وكان سيدنا عمر رجع الى الحق بامانة شو يعني لا جدا فالامر الاخر القرآن يا اخي ما سجل لك في حوار ما بين الرسول نفسه امرأة اللي وقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكه الى الله والله يسمع تحاوركما شوف حوار ده داي دول لك فيه رأي وفيه فكر وفيه اعمال عقل وكان في قضية الظهار لان زوجها قال لا روح انت عليك الظهر يومي كان في الجاهلية هذا عند العرب تحرم عليه اليوم الخيام فهي بتقوله ازاي بقى طب العيال هيروحوا فين انضمنتم اليهم ضاع ومش عارف لا يغسل ولا يطبخ ولا يكمس الى اخره وانجم علي جاعه معيش مساريف ولا مال خلاص بيري لعل الله ينزل فيك قرآنا فانزل الله الايات نفسها بتبين كفارة الظهار احنا الفترة اللي جاية لازم هنتكلم على ازاي كرم واعزل اسلام المرأة واطلق يدها في العمل والولاية والمسئولية والفتية وامتى بدأت تظهر الافكار الخيبة التي تسفه وتقلل من شأنها اشكرك مولانا نورتنا وشرفتنا في مجارة العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازر خلصة الحلقة دقيق ويدخل كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما العبد لله لو كنا العمر نقابلكم ان شاء الله بكرة وبرنامجيكم التاسعة اشتركوا في القناة